قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد ينشر مقاطعة من فيديو للغار التي شنتها القوات الأمريكية الخاصة لقتل زعيم تنظيم الدولة أو داعش أبو بكر البغدادي إلى ذلك توالت ردود الفعل الدولي المرحبة بمقتل البغدادي وهو ما عبرت عنه كل من الرياض وموسكو إلى ذلك أعلنت دول في القرى الإسيوي حالة الاستنفار خشية أعمال انتقامية المزيد حول تداعيات مقتل البغدادي في التقرير التالي وحتى إن أطلق الحكم صفارته معلنا انتهاء الجولة فاللعبة مستمرة أكذا وصفت دول العالم مقتل أبو بكر البغدادي خليفة تنظيم الدولة الإسلامية ففي شرق آسيا تلقوا الخبر كتحذير من تداعياته كون منطقتهم تعتبر من أكثر المستقطبين للفكر الإرهابي والأوروبيون يهنئون واشنطن مؤكدين استمرار وجودهم العسكري حتى دحر الأيدولوجيا وإيران تناشد بوقف الإمدادات البترودولارية عوضا عن منتجة أفلام سينمائية قد تساهم بانتشار الفكرة فيما روسيا تحذر من أن يعادل سيناريو كون لا وثائق استخباراتية تؤكد الخبر أرحب بالنتيجة المهمة التي أتت بمقتل أبو بكر البغدادي بقيادة الولايات المتحدة هذه النتيجة مهمة للغاية ولكنني أؤكد أنها ليست نهاية الحملة وعلى المستوى العسكري يؤكد خبراء أن التنظيم الهيكلي الذي بنته القائدة وطورته الدولة الإسلامية لا يستند إلى مركزية القرار بل يعمل على شكل خلايا ما يعني أن ألية عمل التنظيم مبنية على أيدولوجية تمنح الفرد سلطة القرار وفقا للخطوط العريضة هذه الألية المبتكرة حديثا مع بزوغ الدولة الإسلامية تتناغم مع التكنولوجيا الحديثة ويصعب تنفيذها بدونها ما يمكن الذئاب الفالتة كما يصفهم المراقبون شن هجمات انتقامية والعمل على تضعف موجات العنف وهذا ما يتوقعه الخبراء لا يمكن أن تتلقى الأخبار نفسها سلبا من قبل السلطات الروسية لقد رأى جيشنا بالفعل طائرات وطائرات أمريكية بدون طيار إذا تم تأكيد هذه المعلومات حول القضاء على أبو بكر البغددي يمكن أن نسميها مساهمة جادة من رئيس الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي وتبقى التساؤلات تفتح وتغفل عند كل فصل وجولة البعض يقول أن سلخ الفكرة عن ملامح الشرق تتطلب مناهجا ديمقراطية وليست استبدادية كبعض الدول العربية وآخرون يرونها ثقافة من الصعب تغييرها فيما الأغلبية تتفق على أن ذلك نتيجة لاستثمار الأسباب في لعبة الأمم وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من مدينة بون الألمانية عبر خدمة سكايب جاسم محمد مدير المركز الأوروبي للإستخبارات ومكافحة الإرهاب سيد جاسم الآن وبعد أن تم قتل البغددي هل برأيك سوف تنخفض حدة هذه الأعمال التي كانت تقام من قبل تنظيم الدولة أو على الأكس سوف يكون هناك أعمال انتقامية لسيمة وأنه وكما سمعنا في التقرير الزعماء حذروا من أعمال انتقامية هناك عدد من الدول من الفلبين وماليزيا وعدد من دول شرق ووسط آسيا التي لطالما عانت من عمليات داعش أعلنت حالة الاستنفار تعودنا على التنظيمات المتطرفة عندما تفقد رأس الهرم تقوم بعمليات الثار وهذا ربما ما كان موجود عند تنظيم القاعدة على سبيل المثال أجد أنه في تنظيم قائرة داعش إن صحى مقتل البغددي فأجد أنه ربما تكون هناك عمليات الثار لكن أجد أنه تكون هذه العمليات هي محدودة غير نوعية خاصة في أوروبا والغرب لكن ربما أن تشهد مناطق مثل أفغانستان أو جنوب أو شرق آسيا عمليات إلى هذا التنظيم وربما في سوريا والعراق عملياتيا أجد أنه خسارة التنظيم إلى رأس الهرم هو لا يؤثر كثيرا على عمليات التنظيم مثل ما جاء في التقرير إن التنظيم تحول إلى مجموعات مناطقية غير مركزية تسمح إلى هذه الجماعات بتنفيذ عمليات إرهابية دون استحصال الموافقات من الرأس فإذا عملياتهم التنظيم سوف يستمر هناك ضعف في هذه المرحلة لكن أجد أنه من ناحية عملياتها لا يؤثر كثيرا على عمليات التنظيم على الأرض نعم سيد جاسم لو نبقى في صياق ذي صلة حول داعش أنت تعلم بأنه مع تواغل الجيش التركي لشمالي سوريا فرأ العديد من عناصر داعش وذوهم من سجون الذين كانوا محتجزين فيها أوروبا كيف تنظر إلى هذا الموضوع خاصة وأن العديد من عناصر داعش وذويهم هم أتوا عمليا من القرار الأوروبية وإمكان أن يعود وينتشروا خاصة في ظل ما ذكرته قبل قليل حول الخلايا النائبة والمتشرة واللا مركزية الموجودة لدى هذا التنظيم أوروبا تنظر إلى ما حدث في عقاب الغزو أو الاجتياح العسكري من قبل تركيا إلى شمال السورية هو تهديد إلى أمنها القومي بشكل مباشر كون أن ذلك سوف يعمل على تحرير بين مزواجين مقاتلين تنظيم داعش وأسرهم وأسرهم وممكن أن يتم تسلل أو عبور هؤلاء إلى أوروبا من جديد أو ربما يلتحقون في تنظيمات إرهابية أخرى فإذن الهاجس الأمني لدى أوروبا هناك قلق كبير واحترفت الحكومات الأوروبية بأن العملية العسكرية أفسدت كثيرا من الجهود التي بذلها التحالف الدولي خلال سنوات القنصة الأفير وصلت هذه الفكرة عذرا على المقاطعة لضيق الوقت سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب كنت معي عبر خدمة سكايب من مدينة بون الألمانية شكرا جزيلا لك